السلام عليكم , إن شاء الله تكونوا بخير كما تشوفوا اليوم جيدكم بمعشوقة الجماهير المساند الرسمي للصهريات الشتاء خبزة بردغين كما نعرفوا كلنا في تونس نطيبوها في الشتاء لفتور الصباح والصهرية حاجة بنينا برشا وما تتكلف شو لف لف تحذر في الفيديو بش نعتيكم مقادير مضبوطة بقدرة اللي تنجح معاكم بقدرة اللي تنجح معاكم بقدرة الله وانا بقاتل ثلاثة أيام للمطعم متاحة ما تبدلش جملة كما هي كما تشوفوا المخصوه هدا بعد ثلاثة أيام سورته عنا 300 جرام فارينة 150 جرام سكر واحدة سكر فيه او كما حطوتين مع بعضها مع السكر وعنا بش ناخده ايه غرطة وعنا بش ناخده ايه غرطة 100 جرام زيت 100 جرام عسير بورتغان هذي كخميرة متاع جاتو مغرفتين كبار انشاء ومغرفة خلق بسم الله خذية السكر والسكر فانيليا والعظم اللي هوما خمسة بيضات ونركضوهم ابعادهم نحاولو نركضوهم بالباهي ندعو بالسكر مليح خبزة البردغان يلزمنا نخدمه بالقديل العظم يلزمنا نركضوهم ليح على خاطر بش يكون فاها عسير تنجم دينا من بعد مراسرسا كي نخدمه بالقديل العظم بش تطلع بالقديل ودي خفيفة زيت جود ارانج زيت الياغورط كيف كيف نخدم العظم يلزم يتمزجو الكلا مع بعضهم المقادير هذي تعملنا مول كبير بالقديل حجم عائلي توابش نزيد الزيت ونزيدو ونزيدو واحدة واحدة يعني منصبوش الكلو مبعض كي ما تشوفوكا تراو فيه خيت بشوية بشوية ونركض فيه نفس الوقت وهذي مغرفة الخل الي منصغنيوش عليها فليجاتو متاعنا خذوها قاعدة ذيك الخل خلا بيضا دي ما احطوه في الكيك متاعكو هو اللي نشحلك هو المحصن متاع الكيك واخذيت الفارينة وكل عادة مش حط معها الخميرة ونغربلهم دي ما نقولكم مغربلوا في الكيك لقد قدتوا الفارينة يلزمها تدغربل متاخوش وقت راي لحكاية وماننسيوش كي ما العادة يكون الفور مطينا ديجارا ويسخن يعني نحضر المول متاعي ونحضر ليزنغريديونا نحضر ليزنغريديونا نحطوه مع التاولة ونحط الفور يسخن قبل ما نبدأ نخدم الكيك متاعي الكيك متاعي كيك ميش بش تاخذنا اكثر من 10 و 15 دقيقة بش نحضرها موش اكثر كملت غربلت الفارينة عملت لها ذربة بالبطر بش ليزنغريديونا الكل يدخلوا في بعضهم ومبعد بدلت بسباتشي لردو بيناره كي نركضوها برشا ماشا معاش تطلع القاتوم يلزمنا نسيسوها الفارينة والخميرة يلزمنا نسيسوها حتيتها في المول بالطبع المول متاعنا يكون مدهون بشوية زبدة وشوية فارينة كيك نظمنو انو ميلسقش كلك سيليكان بلار تفقال الموجود نعملو كيكا بش ميلسقش نعمل الضربتين اذوكم بش نخرج لهوي الكلة وحتيتها ودخلتها للفور على 180 مدة 40 دقيقة لقدم تعنا خرجت وتأكدنا انها تابت بالطبع بش نحط كوردون بالموجود بالمتوفر عندك بسكينة نقبوها الكلة 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 بالطبع وبش نسقيها بعصير بردغان تقريبا عصير بردغان تين انتو عينك ميزانك ما تخافوش راهي تشرب مدامها سخونة تشربة من الكلب واني حبيت نعمل لها سوس من فوق نجمه تستغنيوا على هذي اخذت مغارفتين انشاء حتيت عليهم 200 مليليلتر جود ارانج وطيبته مع القاس انا ما حتيتش سكر غلاس ما حتيتش انتي تحب تحط سكر نحب لسيديتين نحب لسيديتين بعد ما تأكد انه شرب جود ارانج نحيتها من المول حتيتها في صحن التقديم وتكون بردة والسوس اللي طيبتها مزلت سخونة يعني القاتو بارد والسوس سخونة ونسقها من فوق كما قلت لكم هذي راهي نجمه تستغنيوا عليها على خاطر القاتو متاعنا اميد مولو على الاخر ما يستحقش حاجة اخرى ميوك كوته غورمان زيتو انا ذاكا لطن اللي انا نزين في القاتو انتي اللي اول مرة تزور القناة ما تنسيش بش تعمل جيم وتشترك في القناة بش يوصلك جديد هوني زادة اضافة من عندي زيت شوية زيت باهم تنجم تحط ورقة تنعناعات تنجم تحط ارانجة قصادة زيت باها وهذي الدكوب متاعنا كما تشوفوا المخصو جاء عالي وخفيف او كاقربت لكم بش تراو انها من داخل خفيفة مهيش مرسة بلاحظة صغيرة بش متفشلش معاكم القاتو متخرجوهوش من الفور ديركت كمل طيب تحل باب الفور وخليه خمسة دقائق ومن بعد خرجوه بش متعملوش شوك الفتن كامتلو الشوكرا ويتيحوا ووالي مكبد من داخل هذي كانت الغسات متاعنا ان شاء الله تكونوا عجبتكم نستنى تعاليقكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة